بقلوب يعتصرها الألم يستذكر العراقيون اليوم كما في كل عام في ليلة الخامس من شهر رمضان المبارك ذكرى رحيل عزيز العراق الخالد عزيز على العراق أن يفقد عزيزه رجل ليس كسائر الرجال هو الأب المؤسس العراق الجديد والقائد الذي كسر المعادلات الظالمة بنصرة المظلومين وطي صفحات الدكتاتورية والذل كان مشخصا للمشاكل وشاخصا لوضع حلولها عرف بالجهاد والعطاء في سبيل وطنه ودينه شارك أخيه شهيد المحراب قدس سره الشريف مسيرة المعارضة ضد النظام الصدامي البائد ما أن خسره العراق حتى نعاه وبكاه العدو قبل الصديق البعيد قبل القريب الجاهل بشخصه والعارف بمكانته وصدح صوت المرجعية كاشفا حجم الخسارة برحيل رجل التوازن في العراق الجديد عزيز العراق الخالد الرجل الذي وضع حجر الأساس لمشروع الدولة العصرية العادلة دولة تسود فيها الحرية ويعم فيها الأمن والسلام وتنضج فيها الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتصدر فيها اسم العراق المنطقة والعالم فالسلام على الرجل الذي صدق مع ربه وحمل هموم شعبه ورضوان الله تعالى عليه يوم أولد ويوم جاهد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا وحشره الله مع آبائه وأجداده الطاهرين وأخوانه العلماء والشهداء فعليين رفقة بيت العلم والشهادة آل الحكيم ترجمة نانسي قنقر